السلام عليكم كابوس حقوقي هناك أمر غريب بشكل خاص حول العنف الممارس ضد الأطفال وبالنسبة لي فإن المراهقون لا يزلون أطفالا جدا من جوانب عديدة فأجسادهم ما زلت تكبر ولهذا السبب فأنا غاضب بشدة من الأعذار التي يقدمها بعض مجتهي الأطفال مثل كانت تتصرف كأنها ناضجة أو كانت تمشي بصورة مثيرة أو كما ذكر والد ضحية منذ قليل كانت تغوين بكسر القواعب منذ أن كانت بالعشرة اتزل فتاة نتشيلية عمرها 14 عام فقط حياتها أبعد ما يكون عن الطبيعي لدرجة أنها لم تجد أدنى مشكلة في نشر هذه الصورة على شبكات التواصل الاجتماعي أعرب أصدقاؤها وعائلتها عن دهشتهم ومنهم من ابتهج ومنهم من انزعج من كيفية وضع الفتاة نفسها في موقف عصيب كهذا ردت الفتاة بأنها لا يسعها سوى الشعور بالسعادة لأنها أخيرا سيكون لها طفلا من أفضل رجل حب حياتها هو والدها لم يرع الفتاة في طفولتها منذ وفاة والدتها سوى والدها وعلى الرغم من حقيقة أن الدولة قد أبعدتها من قبل نتيجة الاجتباه في سوء المعاملة استمر هذا الرجل في منزله مع ايتزل حيث بدأت في إغوائه على حد قوله حاولت ايتزل الدفاع عن هذا الرجل مؤكدة أن العلاقة بينهما كانت بموافقة كليهما قدم المتهم للمحاكمة بتهمة الاعتداء على الأطفال وتولت الدولة أخيرا أمر الفتاة ايتزل وجنينها الذي سيولد في غضون بضعة أشهر وليكون ابنا لأم صغيرة للغاية والذي من المحتمل أن يفهم في النهاية بشكل مروع حقيقة والده أنه وحش وكابوس حقوقي شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة شكرا لكم